رجل طيب من السعودية من عامة الناس أصبح صاحب أغرب قضية في المحاكم السعودية قضية بين أخوين في المحكمة اسمه حيزان الفهيدي وهو رجل مسن بكى في المحكمة حتى ابتلت لحيته فما الذي أبكاه؟ ما أبكى حيزان هو خسارته قضية غريبة من نوعها فقد خسر القضية أمام أخيه لرعاية أمه العجوز التي لا تملك سوى خاتم من نحاس أي أن التنافس على رعايتها كان من أجل البر بها وليس من أجل مال تملكه كانت الأم في رعاية ابنها الأكبر حيزان الذي يعيش وحيدا وعندما تقدمت به السن جاء أخوه من مدينة أخرى ليأخذ والدته لتعيش مع أسرته لكن حيزان رفض محتجا بقدرته على رعايتها وكان أن وصل بهم النزاع إلى المحكمة ليحكم القاضي بينهما لكن الخلاف احتدم وتكررت الجلسات وكل الأخوين مصر على أحقيته برعاية والدته وعندها طلب القاضي حضور الأم لسؤالها فأحضرها الأخوان يتناوبان على حملها وبسؤالها عمن تفضل العيش معه قالت وهي مدركة لما تقول هذا عيني مشيرة إلى حزان وهذا عيني الأخرى مشيرة إلى أخيه وعندها الطر القاضي أن يحكم بما يراه مناسبا وهو أن تعيش مع أسرة الأخ الأصغر فهو الأقدر على رعايتها من حيث فرق السن وهذا ما أبكى حزان ما أغلى الدموع التي سكبها حزان دموع الحسرة على عدم قدرته على رعاية والدته بعد أن أصبح شيخا مسنا وما أكبر حظ الأم لهذا التنافس الذي يثبت أنها ربت ولديها أعظم تربية وبعد أن حكمت المحكمة وأثناء بكاء حزان فوجئ بأخيه يصر على أخذه معه ليعيش معه ومع أمه حتى آخر العمر ففرحت الأم وفرح حزان لأنه سيخدم أمه قدر استطاعته وسيراها كل يوم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون زوج الميسور الحال أعطاه الله نعما كثيرة ومنها نعمة الزوجة الصالحة التي تتمتع بأخلاق عالية وتراقب الله في كل تصرفاتها وكذلك نعمة الأبناء ورغم ذلك كان قليل الشكر لربه لا يقيم الصلاة في أوقاتها بل أحيانا لا يصلي أسبوعا كاملا وفي أحد الأيام دخل على زوجته التي تعمل مديرة مدرسة ابتدائية وأخبرها أن خادمة أسيوية ستأتي من الغد لتساعدها في أعمال البيت ورغم اعتراض الزوجة وإخباره أنها تعرف كيف تنظم وقتها وتقوم بمسؤولياتها كاملة إلا أن الزوجة أصر مدعيا أن هذا التصرف نابع من حبه لها ولأجل راحتها فوافقت الزوجة على مضض وبعد شهر واحد من قدوم الخادمة غير المسلمة لاحظت الزوجة أنها ترفع صوتها أمامها بطريقة غير لائقة وترفض تنفيذ طلباتها وعندما كانت تخبر زوجها بتصرفاتها التي تغيرت كثيرا خلال شهر واحد كان الزوج يدافع عن الخادمة بكل ما أوتي من قوة لم يهدأ بال الزوجة وكلفت شقيقها بمراقبة المنزل بعد أن يوصلها زوجها هي وأولادها إلى مدرستها فلاحظ الأخ أن الزوجة يعود للمنزل بعد العاشرة صباحا ويظل مع الخادمة بمفردهما وأخبر شقيقته بذلك تأكدت الزوجة بنفسها من صدق كلام شقيقها ولأنها زوجة صالحة تعرف قيمة المسؤولية ولا تريد هدم بيتها لم تخبر زوجها أنها اكتشفت خيانته مل عاملته بكل ود خاصة بعدما علمت منه أنه سيغادر البيت بعد ثلاثة أيام خارج المدينة في رحلة عمل ستدوم لأسبوعين واعتبرت هذه المدة كافية لتستعيد زوجها وتعيده إلى صوابه وإلى الصلاة وعمل كل ما باستطاعته لإرضاء الله عز وجل وبعد يوم واحد من مغادرة الزوج لبيته قامت الزوجة بترحيل الخادمة إلى بلادها وعندما عاد الزوج ولاحظ غياب الخادمة سأل عنها فأخبرته الزوجة أن الخادمة اشتكت من ألم في بطنها وعندما تم الكشف عليها في المستشفى تبين أنها مصابة بمرض الإيدز فقامت بترحيلها مباشرة إلى بلادها بعد سماع الزوج هذا الخبر حزن وانهار تماما وأصيب بحالة من التوتر حتى أن وزنه نقص عشرين كيلو جراما وتاب إلى الله وأخذ يقضي يومه كله في صلاة وصيام وتضرع إلى الله بالدعاء والدموع وبعد كل صلاة كان يحتضن أولاده والدموع تتساقط من عينيه لاعتقاده أن الموت اقترب منه كما ابتعد عن زوجته طيلة شهرين خوفا من أن ينقل إليه العدوى بعد أن تأكدت الزوجة من توبة زوجها ولجوئه إلى الله وعودته لحفظ القرآن والتبرع للمحتاجين ولأعمال الخير ذكرته بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا زن الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان ثم أخبرته بالقصة كاملة معلنة أنها اختلقت قصة مرض الخادمة بالإيدز بعدما تأكدت من خيانته لها وعندها اعترف الزوج بخطأه وطلب من زوجته أن تسامح واشترى لها منزلا جديدا وأثاثا فخما مؤكدا لها أنه لن يخونها أبدا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم طبيبة شابة جميلة وناجحة في تخصصها ومن أسرة طيبة ميسورة الحال ورغم مسؤولياتها وانشغالها في عملها ظلت لمدة عام تذهب إلى المسجد لتحفظ القرآن عن طريق الحاجة أم عمر وبعد أن حفظته كاملاً كانت تذهب إليها بين الحين والآخر لتراجع القرآن معها ثم انقطع اللقاء بينهما لفترة واكتفت الطبيبة بالاتصال الهاتفي لتطمئن على الحاجة أم عمر وبعد عام من آخر لقاء تم بينهما فوجئت الحاجة أم عمر بالطبيبة تتصل بها وهي تبكي وتريد مقابلتها في حجرتها بالمسجد فرحبت أم عمر بلقائها فذهبت الطبيبة وبعد أن سلمت على أم عمر انهارت وبكت وقالت لها منذ أسبوع وأنا في بكاء وحزن وعذاب وتأني بضمير حيث كان طفل مريض بالمستشفى الذي أعمل فيه درجة حرارته مرتفعة جداً فطلبت من الممرضة أن تأتي لي بحقن مسكنة ولكن الممرضة أتت بنوع آخر ودون أن أراجع وراءها أعطيت الطفل الإبرة وللأسف هو حتى الآن في غيبوبة ولا يستطيع الحركة وأنا دائماً بجانبه وأتابعه بالساعات ولا يعرف بقصة الإبرة الخطأ أحد ومن يومها وأنا صائمة وأقوم الليل وأتصدق وأدعو الله أن يشفي الطفل وأن يسامحني فأنا أشعر بأنني المسؤولة إذا مات الطفل لا قدر الله فماذا أفعل حتى يرتاح ضميري هدأت أم عمر من روعها وذكرتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وطلبت منها كثرة قراءة القرآن والصيام والقيام والدعاء والتصدق وطمأنتها بأن الله سيكشف عنها هذه الغمة عملت الطبيبة بوصية الحاجة الفاضلة أم عمر وبعد يومين ذهبت إلى المستشفى لتطمئن على الطفل فوجدته في صحة جيدة ويبتسم مع والديه وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ففرحت الطبيبة فرحا لا حدود له وبدون أن تدري أسرعت واحتضنت الطفل وقامت بحمله وتقبيله وهي تلف به داخل الغرفة وبعد أن هدأت وجدت والدة الطفل تقدم لها باقة ورد وتقول لها لا أستطيع تقدير معروفك ولن أنسى لحظة اهتمامك بولدي وسهرك معه حتى الصباح في غيابي جعل الله كل هذا في ميزان حسناتك وأكثر الله من أمثالك ثم قال والد الطفل للأسف فقد أخبرنا أكثر من طبيب هنا أن ولدي لن يفيق من غيببته وأن الموت مصيره ومنذ ساعة أفاق ولدي واعتبر الأطباء أن عودته للحياة معجزة كبيرة وأخبرون أن دعاءك له وعطفك على حالته وصلاتك من أجله ربما كانت الأسباب التي ردت إليه الحياة بفضل الله سبحانه ابتسمت الطبيبة وقالت صدقت يا رسول الله يا من قلت لا يرد القدر إلا بالدعاء ومنذ ذلك اليوم أصبحت أم الطفل والطبيبة صديقتين حتى أنها تزوجت من خار الطفل المهندس الشاب التقي الذي كان يبحث عن زوجة بمواصفات هذه الطبيبة منذ سنوات حتى وجدها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين